السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم متابعي قناة مرشد طربوية في مقطع جديد يتعلق بفروض المستوى الأول نخبركم متابعينا قبل أن نبدأ أن قناة مرشد طربوية إن شاء الله ستوفر لكم جميع الفروض منه لجميع المواد تفقناه من بداية السنة إن شاء الله حتى النهاية السنة يعني جميع الفروض اللي غندوزوها مع جميع المستويات إن شاء الله ستكون على قناتنا نعم في هذا المقطع سنتعرف على أجوبة اللغة الفرنسية وكذلك أجوبة لمادة الرياضية تفقناه إذن تابعوا معي المقطع من البداية إلى النهاية ولا تنسونا بصالح الدعاء لدينا السؤال الأول مثل مني أنني نربط بواحد الخط هي هذه الرسومات اللي بيزة مع الأرقاب اللي عندي اللي يعتوني نحن لا تش مطلوم مني هنا هنا يعني يعني واحد الرسم مثلا شعال فيه ديال الأشكال هنا يعني جوج الزهرات هنا عندي ثلاثة ديال البطة صغار وعندي هنا يروح لحافلة هنا عندي رقم واحد ثلاثة واثنين إذن فيكين اثنين كين هنا إذن غنصلوا بيخط بهذه الطريقة ثم عندي ثلاثة بهذه الطريقة وعندي واحد بهذه الطريقة هذا هو أصل إذن هنا ربحت نقطة مهانصة أنتم فقط ركزوا مع الأستديكم غتصف تمارين مشابهة غتلقوها أنتم غير ركزوا مع الأستديكم فلتجاوبوا إن شاء الله وتحصلوا على نقطة جيدة ثم السؤال الثاني جوج لي باغ انفلاش نطلو مني أنني الربط بواسطة سهل تفقنا عندنا الكلمة الأولى عندنا مجموعة الكلمات وعندنا مجموعة الصور الكلمة الأولى أنجارسون اللي هو بالعربية طفل إونيكول اللي هي مدرسة أنستيلو اللي هو قلم في حال هذا أنكارطابل اللي هي المحفظة وإون في اللي هي بنت إذن أنجارسون فينه أنجارسون فالصور إذن هذه إذن غير ربط بواسطة سهل تفقنا ها هو إذن هذا طفل ثم عنا إونيكول هذه هي مدرسة الصورة المدرسة نحن ثم عنا إن ستيلو نعم بهذه الطريقة وعنا إن كارطابل اللي هي المحفظة والصورة الأخيرة كذلك قلنا هي إن في اللي هي بنت تفقنا والسؤال الثالث اللي هو سهل جدا أيضا جو كومبليت يجو كولوري مطلوب أنني أنني أتميم ومن بعد اللون كيفاش غنتمم يعني هذا اللون اللي كي بلك هنا سمح لي ما كنتشو في الكاميرا عنا وحل الألوان هنا كي يبان برخطة باريس شتو هذا بخطة باريس يكي إحنا غاندي نقومه بالإتمام ديال هات الشكل غان نقومه بالإتمام دياله يعني نبينو هاد الخطوط تفقنا ربضهم باينين بواسطة المستر وقلب الرصص ومن بعد نقوم بتلوين ديال هات الشكل يعني مثلا هات الشكل مثلا هات الشكل مثلا هذا اللونه بالبني عن مرايك اللونه بالأحمر والأخضار وإحنا كنشوفه النوافذ مش من اللون مثلا غاللونه باللون الأزرق وهذا كل فراغات مثلا تما باللون المناسب تفقنا الآن مروا الامتحال الموالي اللي خاص بمادة الرياضية هو خاص بالمستوى الأول تابع معي عندي أول سؤال عنا أشطبه على العنصر الدخلي في كل مجموعة وحل عنصر الدخلي لإني كنقول وحل عنصر الدخلي هو اللي ما كيشباش مثلا عفوا للعناصر الأخرى احنا مثلا الشكل الأول عندي هات الشكل كي تشابه مع هات الشكل مع هاده ومع هاده ومع هاده هاد الشكل وش كي شبه لهم لا إذن أشطي ها أنا شطبت عليه مثلا يك الشكل الثاني عنا عوض هاد البطط الصغار وعنا الحافلة إذن الحافلة يلي ما كتشباش له هاد البطط إذن مش طبوع له هاد الشكل نعم هنا عنا هاد الأشكال هاد المستطيلات مثلا هادهم ثلاثة متساويا ولكن هادا ما كيشبه لهم شي يعني مش قدهم إذن هاده ومش طبوع له ثم في المجموعة الأخيرة عنا وحل كؤوس كامل مملؤ إلا هذا فارغ يعني أغنشطو على هذا الفارغ الذي لا يشبه الأشكال الأخرى ثم السؤال الثاني ألون البطاقة المناسبة الحقائب بقدر الدوائر نعم ثم الحقائب أكثر من الدوائر وعنا الحقائب أقل من الدوائر ها المحافظة هذه المحافظة واحد ها إثنان ثلاثة أربعة الدوائر عن واحد إثنان ثلاثة هل الحقائب بقدر الدوائر يعني متساوين يعني قد قد لا الحقائب أكثر من الدوائر يعني الحقائب أكثر من الدوائر صحيح والحقائب أقل من الدوائر لا لأن الحقائب أكثر من دوائر إذن غلونه هاد الخانا هاد الخاناية اللي غنقومه بتلوين ديلها نعم ثم مثلا غلقوا دلانتي حنت في أول تعليق اللي بغا يقوم بتحميل ديلهم ويخدموهم مع ولداته ضفقنا ثم السؤال الثالث أكتب العددة سمحوا لي شوية أكتب العددة المناسبة داخل البطاقة نعم هذه البطاقة نشحلت الأعداد فيها نحسبه واحد اثنان ثلاثة نكتبه رقم ثلاثة ثم هنا واحد اثنان نكتبه رقم اثنان ثم عنا شعال ليلبط واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة أو الطيور خمسة والحقائب شعال لديد الحقائب هنا واحد طفقنا إذا الأشياء بسيطة فقط خلصكم نركزوا شوية مع الأستديكم إن شاء الله وغادي تجاوبوا بطريقة سهلة ثم رابعا أعدوا الأشكال ثم أملأوا الجدول عندي الشكل ديال هيلال وهذا الشكل هذا الشكل ديال الوجه والنجمة نحن غادي نشوفه في هذا المربع هذا ونحسبه شعال لديد الهيلال عنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة شعال لديد الهيلة خمسة نعم وهذا الشكل اللي يشبه لنا لزائد شعال لدينا منه عنا واحد اثنان صفين عنا شي شكل آخر لا إذن اثنان الشكل ديال الوجه شعال لدينا واحد اثنان ثلاثة نكتبه رقم ثلاثة والنجمة شعال لدينا عنا واحد وعنا اثنان وعنا ثلاثة وعنا أربعة أربعة ديال النجمة تبقى لدينا شي شكل آخر هنا يمدير ناش لا إذن نكون قد انتهينا من هذا الفرض أيضا ستتم ديال صفحة الموالية عنا السؤال رقم خمسة تفقنا السؤال رقم خمسة ألون أكبر عدد عنا رقم ثلاثة واحد وخمسة واثنان نعم شكونا الرقم الأكبر المجتهدي نعم شكونا الرقم الأكبر هنا هو رقم خمسة إذن سنقوم بتلوين ديال هذا العدد هو رقم خمسة ثم ملون ديكم ستقوم بتلوين ديال وهو الأكبر ثم السؤال السادس أكتبوا الأعداد الممثلة على المعداد ثم أقارنوا باستعمال الرموز الصغر أو يساوي أو أكبر تفقنا سنشوفوا هنا شكو عندي ديال الأعداد نعم هنا إثنان وهنا في هذا المعدد هذا حتى هو إثنان شما رمز غم ستخدموا إثنان وإثنان واش أصغر أو تساوي أو أكبر غنديروا تساوي إثنان تساوي إثنان تفقنا عندنا المعدد الثاني شعال في حيدي الخانة واحد إثنان ثلاث أربعة نكتبوا رقب أربعة هنا أربعة وهنا الثاني واحد إثنان ثلاثة إذن ما هو الرمز لنستخدمه واش ثلاثة أكبر من أربعة أو ثلاثة تساوي أربعة أو ثلاثة أصغر من أربعة إذن ثلاثة أصغر من أربعة هذا هو الرمز دي الأصغر أصغر من أربعة تفقنا ثم السؤال السابع السؤال السابع عندنا أكمله كما في المثال ثلاثة أكبر من واحد ثلاثة أكبر من واحد يعني ثلاثة الأطفال أكبر من واحد اخطفوا الوحيدية العدد ديالهم. اهنا عنا اثنان وعنا اثنان. اش قديروا الرمز اللي غنديرو. اذا غنديرو تساوي. اذا اثنان تساوي اثنان. وغسنا نديرو واحد شكل هنا يا. نديرو حتى هنا يا. قلم الرصاص نديرو واحد دائرتين. تفقنا. ثم عنا واحد وعنا ثلاثة. الرسمو ثلاثة ديال الدوائر بعدها. باش كتميزو. تفقنا. ما هو الرمز المستخدم? واش واحد? اكبر من ثلاثة. واش واحد يسوي ثلاثة? اذا واحد اصغر من ثلاثة. اذا واحد اصغر من ثلاثة. هنا عنا اربعة وعنا واحد. اذا هنا اربعة. هيا. وهنا واحد. اذا اربعة. وهما اعتبرنا الرمز. واربعة اكبر من واحد. ثم السؤال الثامن. ارتب تصاعديا الاعداد التالي. بني كنقول له تصاعديا. من الرقم الاصغر الى الرقم الاكبر. عنا واحد. خمسة. ثلاثة. اثنان. اربعة. يدينهم غير في يدك. هيدا في الاصابع ديالك. وحسبهم. من واحد لخمسة. شكونا هو اصغر واحد. هو واحد. شكوك يجي من المورة واحد في الحساب. نعم ونخلال هنا. عنا اثنان. ومورة اثنان. عنا رقم ثلاثة. يك. امورة ثلاثة. عنا رقم اربعة. امورة رقم اربعة. عنا رقم خمسة. اذن واحد اصغر من اثنان. واثنان اصغر من ثلاثة. وثلاثة. اصغر من اربعة. واربعة. اصغر من خمسة. ها هو تصاعديا. يعني ها احنا من الرقم الاصغر للرقم الاكبر. ثم اخر سؤال اللي هو رقم تسعة. اقارن الاعداد بكتابة الرمز المناسب. هذا الرقم اكبر او اصغر او تساوي. عنا واحد اثنان. اربعة وثلاثة. اربعة وخمسة. وواحد وواحد. اذا واحد. اصغر من اثنان. اذا ندر الرمز اصغر. اصغر من اثنان. اربعة وثلاثة. اذا اربعة اكبر من ثلاثة. ثم اربعة وخمسة. اربعة اصغر من خمسة. ثم واحد يساوي واحد. تفقنا. باش الميزه ما بين اكبر واصغر دائما الرقم الاكبر كيكو متاجح عنده يعني القوس. شوف هنا كيف متاجح عنده القوس. وهنا كذلك. تفقنا. يعني هاد الفتحة كيكونو ماشين هاد الخطوط مباشرة الرقم الاكبر دائما. تفقنا. اذا بهذا نكونو قد انتهينا من هذا الفرض. القاكم في الفروض الاخرى ان شاء الله التي ستجدنا في صندوق الوصف. والى اللقاء.